أحبطت قوات الأمن المصرية هجوما متزامنا على ثلاثة حواجز أمنية بمدينة العريش شمالية سيناء وقالت مصادر أمنية أن عددا من الإرهابيين استهدفوا الحواجز الثلاثة وأطلقوا النار نحو قوات الأمن الموجودة عند الحواجز ثم وقع اشتباك أسفر عن مقتل سبعة من الإرهابيين اثنان منهم كانوا يرتديان حزامين ناسفين كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة من قوات الأمن المصري بينما ألقت قوات الأمن القبضة على عدد من العناصر الإرهابية بعد ملاحقتهم وطنشيط محيط مواقع الاشتباكات